السلام عليكم ورحمة الله بركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة العبقاري. في الفيديو ده هنجاوب على اسئلكو بخصوص المحتوى الخاص. في البداية كده هتكلم ايه هو المحتوى الخاص من تاني عشان الطالبة اللي بتسأل تاني كتير وبعد كده هجاوب على اسئلكو بالتفصيل. والاسئلكو اللي هي ايه الفرق من المحتوى الخاص عن المحتوى العام. وطالما انت كده كده عامل محتوى الخاص ليه بتعمله. ما بتعملهش مجاني وتاخد سواب. السؤال الثالث هل بيكفي عن الدرس? والرابع هل فاخد درس من المحتوى الخاص ولا لا? السؤال الخامس بعد كده لو انا عندي سؤال هقدر اسألك ولا لا? السؤال الاخير او القابل الاخير ازاي هدفعه طريقة المتابعة ايه? اخر حاجة بقى لو انا مقدرش هدفعه هعمل ايه? بداية قبل نقول تفاصيل المحتوى فالمحتوى ده موجود للعام واللغات. طلبة اللغات برضو ليهم المحتوى الخاص ده بيكون فيه شرح بيكون فيه حال الكتاب المعاصر. وهدية القناة ليكون اي طالب هيجيب او هيساعد جيره ان هو يشترك فيه المحتوى الخاص ده يكون ليه خاص مع 20% بمعنى اصح انك لو جيبت خمس طلاب بس زميلك اشتركه في القناة فانت كده هتكون هتاخد المحتوى الخاص ده مجاني بدون اي مقابل. المحتوى الخاص باختصار هو ببساطة كده درسك في بيتك. مميزاته كلها انك بتوفر حيات كتير. اول حاجة بتوفر وقتك الساعة لقبل الدرس والساعة لبعد الدرس. خاصة ان لو انت بلدك مفيش فيها مدرس فيزياء فانت بتضطر انك تروح البلد اللي جنبك. فبضيع وقت اكتر. الحاجة التانية بتوفر فلوس لان الدرس او اللي احنا بنعمله المحتوى الخاص ده تكلفته بالزبط في الترما هي تكلفة شهر واحد في الدرس اللي عندك على اقل تقدير. توفير مجهود هو انك بتروح درس وبعدين بترجع من الدرس. بعد كده توفير وقت المذاكرة لانك الحصة انت بتاخدها في الدرس. مستحيل انك تروح للمدرس بتاعك وتقول له قد هالي تاني. اما المحتوى الخاص في الفيديو معك. ممكن تشوفه النهاردة. ممكن تشوفه الاسبوع الجاي. ولو انت تنسيته بعد شهرين. ممكن ترجع له وتشوفه تاني وتالت ورابع. السؤال اللي بيقف عليك وانت عايز تشوفه تاني وتالت ورابع. بتقدر تشوفه اكتر من مرة. فبالتالي ما فيش حاجة هتبقى وقف عليك. ما فيش حاجة ممكن تقول انا هنساها. اول مدرس اهلنا في الحصة اللي فاتت وانا هتحرج اسأله تاني. لا انت بتفتح الفيديو مع نفسك. فيش حد معك. تتفرج وتفهم الشرح وتحل تاني لوحدك. المحتوى الخاص بيكون ماشي بالنظام محدد في ايام محددة. كل سنة بيقاليها يوم مسلا تالت سنوي سبت وثلاث. كل سبت وثلاث بتشوف الفيديو اللي بينزل يوم السبت ويوم الثلاث. وكل فيديو بقى حسب مدة الفيديو والمحتوى بتاع الفيديو بقى قدامه قدر كافي بحيث انك تذكره فما ينفعش تجمع فيديوهين مع بعض. ويبقى في حضور وي او التزام بالموعيد يعني انت عندك الاسبوع ما ينفعش تعديه الا لما بتكون شايف الفيديوهين بتاع الاسبوع او التلاتة او اكتر او اقل حسب المحتوى حسب اولة او تانية او تلتة. وفيه متابعة وفيه هيوصل لك تقرير انت وليه امرك بانك حضرت ولا ما حضرتش وعشان ما يتقاش فيه تعطيل عليك او انك تاجل حاجة فبالتالي بحصل فيها مشكلة انك نفس المشكلة بتحصل في الدرس انك لو اجلت حصة مذاكرتهاش بتضيع عليك. في نفس الكلام برضو هنا بيكون فيه التزام بالموعيد. كل حصة لازم تحضرها بالكتير قوي تاني يوم انك لازم تكون مذاكرها. المحتوى الخاص التكلمنا عنه قبل كده كتير بالتفصيل في فيديو عام على القناة وفيه فيديوهات تاني على الخاص. باختصار كده هو شرح المنهج بطريقة متسلسلة وكل جزئية بتتشرح بتحل عليها اسئلة متدرجة من المستوى السهل للصعب للاصعب وهكذا وكل جزئية بيتبقى ليك واجب بتحله. وتاني فيديو بنراجع عليه وبنحله وانت تعرف ايه مشكلتك. ولو تبقى عندك سؤال بتجاوبه او بنجاوبه عليك في الاخر. بعد كده عايزين نروح على الاول سؤال وهو ايه اللي بيميز المحتوى الخاص على المحتوى العام اللي على القناة. المحتوى العام اللي على القناة ببقى فيه مشكلة واحدة ان المحتوى العام ببقى الطالب ببقى محتاج معلومة واحدة مقصة لانه في الجالة ببقى متابع مع مدرس في الدرس وبيحتاج بس النتة ده بتكمله ليه الدرس. في بعز الفيديو مختصر ما بيزيدش عن ربع ساعة او تلت ساعة. وفي الفيزياء صعب انك تلخص الموضوع ده في تلت ساعة حتى لو لخصته في الشرح. فالاسئلة اللي عليها بتكون كتيرة بتكون محتاجة وقتها اطول. الحاجة التانية المقارنة ما بين اداء فيديوهات المحتوى العام والمحتوى الخاص. فيديوهات المحتوى العام مش بتتشاف كلها. الطالب مفيش طالب بيشوف المحتوى العام كله بيشوف الجزء اللي هو عايزها بس. اما في المحتوى الخاص الطالب بيشوف المحتوى كله وبالتالي بيفهم الدرس كله بيكون متينة علميا. ويقدر من خلال الفهم بس الواحده ده ان هو يقدر يجاوب على الاسئلة. اما الطالب الثاني بيدخل بس يختار كده حتة بس يشوفها المدرس ده ويمشي ومعتش يتابع بعد كده. اما المحتوى الخاص فانت بتبقى ملتزم بالمنهج كامل بتاخد المنهج كله وبالتالي بتبقى فاهم المنهج كله وتقدر تحل وتقدر تتابع وتبقى انت بالزبط زيك تعتبر زي المدرس لان المنهج كله اللي المدرس بيشرحه هو في المجاك مش بتاخد معلومة من هنا ومعلومة من هنا وبتبقى تاخد كده تجمع حتة مع بعضها وفي الاخر ما بتبقاش المعلومة كاملة عندك. الميزة التالتة في المحتوى الخاص ان الطالب بعد ما بيكون فهم ووصل لمرحلة دي لو عنده سؤال بيقدر يوصله المدرس بطريقة صحيحة يعني يوصل مشكلته بالزبط. المدرس بناءا عليه بيقدر يحلوله مشكلته دي في وقت بسيط. بتزداد المعلومة عندك فهم ومعارفة وانت بقى سابت عندك مش هتقدر تنساها بعد كده وتقدر تحل عليها اسئلتها سواء كانت سهلة او صعبة جدا. بعكس الطالب التاني اللي بقى مش فاهم حاجة يقول للمدرس بساعة وانا مش فاهم بس. والمدرس يقول له انت مش فاهم ايه? يقول له انا ما عرفش بس انا مش فاهم. يجي يسأل سؤال ما بقاش عارف وهو يسأل ازاي اصلا والمدرس يقول له انت مش مذاكر. فدايما ان الطالب مش مذاكر حاجة وهو بس شاف سؤال على النت فبيبقى عايز يجي يسأله ويعرف اجابته ويحفظها كده بمفكر الفيزياء زيها زي الجغرافية والتاريخ والمواد الادبية. او العربي واللغات اللي بتتحفظ. اما الفيزياء انت المفروض لازم تكون فاهم موضوع متكامل. والتالي لما بتجي تسأل سؤال بتسأل فيه جزئية محددة. بيتجاوب عليك فيها البساطة بتلاقي نفسك فاهم والموضوع معكسة. باختصار كده ان المحتوى الخاص بيحتاج مجهود خاص. يعني بحتاج تكلفة ووقت وكل حاجة. يعني انا بفضي نفسي وقت معين عشان نعمل المحتوى ده. وبالتالي ده بيتكلف تكلفة كبيرة. فبالتالي ما يفعش انه قديم ناير تكلفة مقابل التكلفة على الاقل تكون على قد وبساط. خاصة ان التكلفة بتاعته بسيطة جدا زي ما نشوف برضو في اخر الفيديو. الجزئية التانية زي ما احنا جاوبنا في اول سؤال ان الطالب اللي بتتابع المحتوى العام ببقى جاي بس كده بياخد دهك حاجة اضافية بالنسبة له وبقى مضيع لي وقت انا. اما طالب المحتوى الخاص هيبقى انفرق وقته لامتابعة القناة وبالتالي انا مخصص ليه وقت عشان اتابعه فيه. السؤال التالت هل المحتوى الخاص بيكفي عن الدرس? ايوة بعد كل ما انت سمعته ده المفروض انت شايف ان هو بيكفي عن الدرس جدا لانه هو نفس اللي بتاخده في الدرس وفيه مميزات اكتر. السؤال التاني هل ينفع اخد درس معاه ولا لا? ممكن لما انت عايز تاخد درس معاه على اساس ان اهلك تطمونه على اساس ان ان انت تبقى مطمئنة زيادة لك فده برحتك ولكن ما يبقاش فيه تعرض ما بين الاتنين انهم انك بتعتمد عليها طريقة معينة. بشرط انك لما بتيجي تتابع معي وتسألني بتحل بالطريقة اللي انا بقول لك عليها لان بيكون هي الاساس وهي اللي بتحل في كل حاجة زي ما انت تبقى متابع معي طول المنهج. لو وقف علي سؤال هجاوبني ولا لا? طبعا اكيد لو وقف عليك سؤال هجاوبك بس ولكن ده بيكون في اخر موضوع متكامل او في اخر الدرسة او في اخر الفصل بحيس انك تاخد الموضوع كله على بعضه. وفي يوم هيكون فيه للاسئلة بتاعكم ان شاء الله يكون سواء بس مباشر على القناة او على الخاص. هيكون في اي حد عنده سؤال بيسأل عليه. والسؤال اللي كان بسيط فممكن جاوبك فيه على لطس. لو السؤال محتاج شرح الفيديو فابعمل له فيديو مخصص على كل فصلة هجمع فيها الاسئلة بتاعكم واجاوبها. هنشتغل من كتاب ايه? زي ما في بعضها مستوى بتاعها مش متقارب ولا حتى متدرج. تبقى السؤال صعب وبعدي سؤال سهل سؤال في موضوعه بعدين سؤال في موضوع تاني. اما في الشرح الجزء ايه لان اخدها هناخد الاسئلة اللي على الموضوع بتاعها بس. بالاضافة ان هي بتكون مترتبة بالسهولة الاول وعد كيها صعب على اساس انك تبقى ماشي انت عارف وتحل ازاي. طيب ازاي طرية الدافع او الدافع الكلام اولا وبعد كده هنتابع ازاي مع بعض? الدافع زي ما سين بدأ للتلتمية. بس هنخليها المص تمانية على اساس الطلبة اللي مش عارفة. وبرضو انتم مفروض يتعرفوا كل زميلكم لان الطلبة بطيق في الاخر بتقول ويريتنا عارفنا. لان المحتوى كامل في الاخر هتيقى مثلا ميت او متين او اكتر من فيديو هتلاقي نفسك مش هتقدر تتابعهم كلهم لو انت عرفته في نص السنة او في اخر السنة. زي ما حصل السنة السنة اللي فاتت الناس كلها بتقول احنا ما كناش نعرف ليه. فانت المفروض تعرف زميلك عشان زي ما انت محتاج لده فزميلك اكيد محتاجين لها. وخاصة ان الفيزياء اصعب مادة وفي ناس كتير مفيش عندها مدرسين يفهمهم المادة صح. والطلبة كلها بتحفز وبتحل كتب وناس كتير مكلميني في اخر السنة اللي فاتت. احنا حلين كتاب الامتحان كامل وكتاب البوكلة كامل وكنا نشوف هم على النت وبرضو ما كناش بنفهم حاجة. فانت من اول السنة كده تكون متابع وتعرف زميلك كلهم يتابعه حتى لو مش هشترك يكون متابع الشرح على القناة على اساس ان هو يفهم صح ويقدر يحل اي سؤال يقبله. اما المتابعة فبتكون على الواتس على الخاص بتاعك والايميل بتاع الجيميل بتاعك بتبعته بتبعت من رقم واحد واحد وايميل بجيميل واحد هو اللي تشتغل معي عليه من اول السنة لاخر السنة. اي طالبة يحصل عنده مشكلة فانا مش مسؤول عنها. الاميل اللي انت تبعته الرقم الواتس بتاعك اللي انت تشتغل من عليه هو ده اللي هنتابع عليه. هل ضروري عشان اطلع بتقول احنا هنلجي الواتس وانت عندنا مفيش الى اليوتيوب بس? لا عادي ممكن ما اتتبعش على الواتس انت بس الفيديوات بتوصلك على اليوتيوب. وانت لو محتاج حاجة بتبعت ايميل على الجيميل او بتبعت رسالة على الصفحة بتاعة اليوتيوب او تعلق على الفيديو نفسه او في المنتدى بتاع قناة اليوتيوب. طريقة تدفع الطريقة الاولى الاسهل وهي Fudofune cash. Fudofune cash تدفعها بطريقتين الطريقة. الاولين هي الاسهل لو انت معك خط Fudofune تسجل ببطاقتك او اي حد في بيتك او اي حد في صحابك مع خط او نسجل ببطاقته بتروح الفرع الفودفون الفرع الرسمي بتاع Fudafone بتروح تقول له انا اع่leton اعمل اداءف Fudofune cash لرقم تاني. لو قال لك ان انك عندك خط عندك حساب او لا مش شرط انت مفروض بتيعمل حساب عادي بسهولة جدا هو من نفسه هيقول لك هعمل لك حساب وبعط لك من عليه فليم يفيش فيها مشكلة مش بفلوس منها كل اي حاجة الفلوس انت بتبعتها ال 150 بس هما اللي تدفعه الحالة التانية انك مفيش عندك فرع او مفيش عندك خط فبتروح لأي محل موبايلات او اي سنترال ده المرحلة الاولينية المرحلة التانية اي سوبر ماركت عنده فوري نمو مع اي حد بس الافضل يكون محل بتاع سنترال او موبايلات عشان بيكون عارف الحاجات دي اكتر هتقول لنا عايز احاول فودفون كاش لرقم لو قالك هتحتاج تأكيد من صاحب الرقم فهتتصل عليها في وقتها بس ذا كده بالنسبة للإداع لفودفون كاش على الرقم اللي يظهر عندك على الموبايل على الشاشة الوقتي اخر حاجة بالنسبة للطالب اللي يقول انا مش هقدر ادفعها تامل ايه لو انت ما تقدرش تدفع بتعرفني على بطس ظروفك ايه وانا من خلالها هقدر اقول لك انت فعلا ما تدفعش ولا لا لو ظروفك ما تسمحش خالص انك ما تدفعش هقول لك ما تدفعش اما لو انفعت انك تقصت المبلغ مثلا فيكون نفيش فيها ايه مشكلة باذن الله وبكده وصلنا الاخر للفيديو قبل ما نخلص باذن الله لازم تأكد انك تشترك في القناة عشان الفيديوهات توصل لك ولو نزل الفيديو جديد يوصل لك رقم اثنين لانك تشارك الفيديو ده مع زميلك عشان الكل يعرف من بداية السنة ويبقى انت اللي ندنوبك سواب في زميلك وكان الله في عون العبد مدام العبد في عونها اخيرة وانت ساعدت غيرك ربنا اكيد هيساعدك طول السنة وفي الامتحان باذن الله نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته